الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل قراءتنا في كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل لشارحه عبدالله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى ما زال حديثنا في كتاب النكاحة يقول البعلي رحمه الله أو الشهادة عليها أو معاملتها فينظر الوجه أو مداواتها فموضع الحاجة قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله أو الشهادة عليها أي وللرجل النظر إلى من يريد الشهادة عليها فينظر إلى وجهها لتكون الشهادة واقعة على عينها قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون عرفها بعينها وينبغي أن يقصد عند النظر أداء الشهادة لا قضاء الشهوة بالنظر لأنه لو قدر على التحرز فعلا كان عليه أن يتحرز فكذلك عليه أن يتحرز بالنية إذا عجز عن التحرز فعلا ولو عرفها بنظرة واحدة لم تجز له نظرة ثانية أو برؤية بعض وجهها لم تجز رؤية كله وقوله أو معاملتها فينظر الوجه أي وللرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد معاملتها في نحو بيع أو إيجارة فينظر إلى وجهها ليعرفها بعينها ليرجع إليها بالمطاربة بالثمن مثلا وقد روي عن أحمد كراهت ذلك في حق الشابة دون العجوز قال الموفق ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس وعند المالكية في قول لهم يحرم النظر من أجل معاملة لعموم الأدلة في هذا الباب وهذا القول وجيه خاصة إذا لم يكن هناك حاجة داعية إلى هذا النظر ولسي ما في زماننا هذا ويغني عن هذا ما ظهر في هذا العصر من بصمة الإصبع فهي أفضل بكثير من النظر بل ومن الصورة الفتغرافية وهي أكثر دقة والغالب أنه لا مجال فيها للتزوير لأنها ثابتة من المهدي إلى فناء الجلد وتتوفر مع الإنسان في كل مكان وهي تتم بسهولة وسرعة فائقة حيث تقوم المرأة بالبصمة على الجهاز لتظهر جميع معلوماتها لتظهر جميع معلوماتها ويحصل التأكد من أنها هي المعنية بقضيتها وشأنها ولا توجد لها أضرار والصورة يمكن فيها التزوير وهي عرضة للانتشار فضلا عن انتهاك خصوصية المرأة وقوله أو مداواتها فموضع الحاجة أيوة للرجل أن ينظر إلى من يريد مداواتها فينظر إلى موضع الحاجة وهو موضع المرض من العورة وغيرها وهذا استثناء من حكم تحريم نظر الرجل إلى عورة المرأة وذلك مبني على تعارض مصلحة ضرورية وهي حفظ النفس مع مصلحة ستر العورة وهي مصلحة هاجية والأصل تقديم رعاية المصالح الضرورية على المصالح الهاجية رعاية لمصالح العباد وهذا مشروط بأن لا توجد طبيبة مختصة تحسن مثل هذا العلاج فإن وجد لم يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب لأن نظر الطبيبة أخف لاتحاد الجنس ولا يجوز للطبيب تجاوز موضع الحاجة وعليها أن يستر جميع ما لا يحتاج إلى النظر إليه من جسم المرأة بوجود مرأة تساعده ويكتفي بالنظر إلى موضع العلاج وهما تدعو الحاجة إلى النظر إليه ولابد أن يكون ذلك مع حضور محرم أو مرأة ثقة لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور قال البعلي رحمه الله أو مستامة أو ذات محرم فينظر ما يظهر من الرأس والساقين قال الشرح الفوزان قوله أو مستامة أي وله النظر إلى أمة مستامة وهي الأمة المطلوب شراؤها فينظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والساق لأن الحاجة داعية لذلك كالمخطوبة وأولى لأنها ترادل الاستمتاع وغيره من التجارة وحسنها يزيد من ثمنها والمقصود يحصر برؤية ما ذكر فاكتفي به وقوله أو ذات محرم فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين أي وللرجل أن ينظر إلى ذات محرم وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخته وعمته وخالته أو سبب مباح كأخت من الرضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها وغيرهن وذليل جواز النظر إلى ذات محرمه قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن أو آبائهن والله تعالى لم يرد بذلك عين الزينة فإنها تباع في الأسواق ويراها الأجانب ولكن المرات موضع الزينة من الوجه والرأس والشعر والصدر والكف والساق والرجل ولأن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان ولا حشمة والمرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها عادة ولا تكون مستترة فلو أمرت بالتستر عن ذوي محارمها أدى ذلك إلى الحرج قال البعلي رحمه الله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة ولا يعرض لغير باء قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة التصريح هو وعد المرأة بالنكاح أو طلب التزويج بها باللفظ السريح نحو أريد أن أتزوجك أو زوجيني نفسك فإذا انقضت عدتك تزوجتك ونحو ذلك مما لا يحتمل غير النكاح والخطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج والمعتدة بضم الميم وفتح التاء من اعتدت المرأة إذا تلبست بالعدة فلم يمضي على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وعلى طلاقها ثلاث حيظات إن لم تكن حاملا والتي لم تضع حملها وإنما حرم التصريح لأن الله تعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أي لمحتم وقلتم ما يفيد الرغبة فيهن من غير تصريح فخص التعريض بنفي الحرج وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح فيكون دليلا على عدم جوازه ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها وقوله لا يعرض لغير بائن التعريض خلاف التصريح نحو إني في مثلك لا راغب أو إني أريد الزواج أو وددت أن يسر لي امرأة صالحة أو إذا انقضت عدتك فأعلميني ونحوها فيجوز التعريض للبائن من زوجها بوفاته عنها بالإجماع لما تقدم من الآية الكريمة والبائن بالطلاق ثلاث لما روت فاطمة بن تقيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا إذا حللت فآذنيني وفي لفظ ولا تفوتين بنفسك وكذا المعتد من فسخ برضاع أو لعان أو نحو ذلك مما لا تحل بعده لزوجها وهذا مذهب المالكية والحنابلة والأظهر عند الشافعية لأن البائن لا تجوز رجعتها إلى مطلقها كما لا يمكن للمعتد من وفاة أن تعود إلى زوجها المتوفى فالمعنى موجود في الحالين وقالت الحنفية كما في الأظهر عندهم لا يجوز التعريض بخطبة المعتدة من طلاق الثلاث لأن النص المبيح للتعريض وهو الآية المتقدمة إنما ورد في المعتدة من وفاة بدليل السياق فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات ثم إن المطلق قد يتأذى من التعريض بخطبة زوجته وقد يثير هذا العداء والإحقات فالعهد برباط الزوجية قريب والنفوس تحتاج إلى مدة من الزمن لتهدى أو تنسى وفهم من جواز التعريض للبائن أن الرجعية لا يجوز لأحد التعريض بخطبتها لأنها زوجة أشبهت التي في صلب نكاحه قال البعلي رحمه الله ولا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب قال الشارح الفوزان أي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك والحكمة من النهي أن هذا الفعل يورث العداوة والبغضاء كما يؤدي إلى أن المرء يزكي نفسه ويذم غيره وتزكية النفس مذمومة وقد نص بن عابدي من فقاه الحنفية على أن الخطبة على الخطبة جفاء وخيانة وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الإمة الأربعة اتفقوا في المنصوص عنهم وغيرهم من الإمة على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه وإذا وقع ذلك فلا ظهر والله وعلم صحة العقد وعدم فسخه وقد نسبه النووي إلى الجمهور والخاطب على خطبة أخيه آثم وعاصي وعلى الحاكم تعزيره كي يؤدبه ويؤدب غيره ممن هم بمثل هذا الفعل وإنما كان العقد صحيحا لأن النهي في الحديث مسلط على الخطبة لا على العقد والعقد استوفى شروطه وأركانه والمخالفة في الوسيلة وهي غير لازمة فقد يجري العقد من غير خطبة ويمكن أن تكون خطبة على خطبة ولا يكون عقد والنهي يبقى قائما ولو لم يحصل عقد وقوله إن أجيب أي إن النهي يتجه فيما إذا أجابت المرأة أو وليها الخاطب لقوله صلى الله عليه وسلم حتى ينكح أو يترك وهذا مذهب جمهور أهل العلم أما في حالة عدم إجابته فلا تحرم خطبة غيره وقد ذلت الأحاديث المذكورة على أنه لا يخطب على خطبة أخيه إلا إن ترك الأول الخطبة أو أذن الأول للثاني في الخطبة أو رد الخاطب الأول وكذا لو جهل الخاطب الثاني إجابة الخاطب الأول لأنه معذور بالجهل هذا ما تيسر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد